ترأس قداسة البابا فرنسيس أعمال الجمعية العامة لسينودوس الأساقفة والتي شارك بها 376 أسقفا من مختلف أنحاء العالم حيث ألقى قداسته عذة قال فيها وإذ نحمل في قلوبنا الكثير من الامتنان لما تمكننا من مشاركته لكن تبقى هناك أشياء كثيرة يمكنها أن تجعلنا غير مستعدين لمواجهة تحديات الواقع ومن الجميل أن يدفعنا السينودوس لكي نكون كنيسة جامعة للذين يشعرون برعشة الخلاص ويسمحون بأن توقظهم قوة الإنجيل وأضاف الحبر الأعظم يقول يمكن للمؤمن أن يتعرف على عمل الله في حياته ويمكنه أن يتبعه لكن علينا أن نتذكر أن نعود إلى الرب وإلى إنجيله وأن نضع أنفسنا في الإصغاء لدعوته والسير معه على الطريق وختم البابا فرنسي سيدته بالقول هذه هي الكنيسة السينودوسية التي تجمعنا في عطية الروح القدس الذي يجعلنا جميعا إخوة في المسيح فلننهض ونحمل فرح الإنجيل على دروب العالم